النهاردة الرئيس اللي ما عرفش الحقيقة ولي امتى من افريقيا النهاردة كان في الفجر النهاردة كان بفلحي الاصمرات يعني ربنا يديله الصحة والعافية يا رب انما الفجر النهاردة اللي هو فجر التلاتة النهاردة كان بشوف العمال اللي هانت شابتر مرحلة التالتة قبل ما الناس ما تقوم والزحمة والمتاع ده وطبعا اللي كان موجود مع الرئيس اللي هو كامل وزير يعني طبعا الرئيس طبعا في الحاجات بتاعته دي طبعا يعني انها كله عند السعيدات دي هو بيقوم بدري وعلى الدايرة على اي حد بقى في الحاجات دي انه يقوم بدري هو الاخر يعني انه موجود من النهاردة الرئيس المشروع المرحلة بتاعت الاصمرات الجديدة 1680 واحدة حتى انتهي خلال عام زيارة الرئيس النهاردة لما العمال يمكن هو راح قبل العمال ما يشتغله او راح والعمال بيشتغله انه دي الصور على فكرة النهاردة للرئيس النهاردة وهنا وهو بيكلم لما لما يبقوا يلاقوا على دمخهم رئيس اللمهورية جاي لهم في الوقت ده كله هتفرق كتير هتفرق كتير في حاجات كتير عشان نبقى يعني هتفرق كتير في حاجات كتير الصورة دي بتاعت الرئيس هو في وسط المهندسين وفي وسط العمال وفي وسط الكلام ده هتفرق كتير انك انت النهاردة هو الرئيس دايما بتتكلم على الوقت والسرعة وتخفيض الوقت لما هم يلاقوه هو موجود معاهم وهم لسه يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم وانحن نشتغلوا من قوي يعني بيستفتحوا كده الشغل لا حتفرق كتير في حالات كتير جدا طبعا الأصمرات أو لكل مشروعات دي عشان العشويات وعشان الحالات وإحنا شفنا التدربة الأولانية هو دي التطبيق العملي أول تطبيق عملي في مصر من سبعين سنة لفكرة العدالة الاجتماعية هو شعار النخبة امطلعه والصور عمليه العدالة الاجتماعية والخبز والحالات دي كلها شعارات وعندما تنفس هذه الشعارات والأمير حد ينفس ده ويدعمل ده كله يسكت وما تكلمش ما حدش تكلم عن الأصمرات ما شفتش واحد ولا شفتش حتى الدكتور بردعي من بلجيكا ولا نرويد ولا معرفش وقعت فين الحية ما قالش تويتا بس يقول والله الحمد لله أن في حد اللي نشوفنا في مصر أن حد بيبص على العدالة الاجتماعية بحقيقة يا أخي قولي اللي كله عليه هل الدرجات الكراهية اللي عندكم هل الدرجات دي هل هو ده مفهوم المعارضة ومفهوم الوطنية أنك أنت بتكره للدرجات دي يا ساتر الرئيس استمع لشرح تفصيلي وقال لهم يعني ما عازين نخلص في الوقت اللي احنا عازينه وبعدين الرئيس ما عادم الرئيس كان فيه عدد من طلب كلية الهندسة بتدربه مهندسين شباب يعني اللي هم حيبوا مهندسين المستقبل اتناعش معهم وقال لهم طب الاستفادة بتاعكم من التطبقات دي وانتون أنت تتمرنوا على أرض الواقع في مشروعات كبيرة زي دي ومشروعات قومية إيه لده وبعدين الرئيس كان مبسوط وسعيد التحدي بتاع الشباب ورغبة الشباب أدي الشباب اللي هو عايز ينجح أدي الشباب اللي عايز يبقى هو لما يتخرج يبقى عنده خبرة يبقى بيتخطف ما هو ده؟ أنك أنت تتدرب في الفترة دي فأنت لما بتحطي في السيفي بتاعك أن أنا اتدربت في مشروع الأصمرات واتدربت في العاصمة اللي دي واتدربت في مشروع قناة السويس واتدربت 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 مئة ألف واحد عايزك إنما لما تبقى أنت في فترة الصيف قاعد من أنتك عملت دور على مظاهرة عايز تطلع فيها وقاعد عملت في كريون عملت عمل كل المشكلة بتاعتك أن أساير على نفسك بقى أنت مش فاضي بقى لتتعلميه وبتاعي ده مش زال مهم الصورة المهمة هتفرق كتير لدي ده النولة بتاعت الرئيس كان فيها اللي هو أركان حرب كامل وزير وكان عدد من مؤنسين المنفسين لمشروعات إحنا عارفين برضه زي ما بقول إن ناحية الأصمرات سيذكر لمن يريدوا أن يؤرخ لأنهم بيحاولوا يطمسوا كل حاجة جميلة أول مشروع أو أول تنفيذ عملي لشعار مرفوع من سنين طويلة اسمه العدالة الاجتماعية أول مرة يتم تنفيذ هذا الأمر على الأرض هو المشروع بتاع الأصمرات ده اللي هو ونقل إليه الأهلين اللي كانوا في الأماكن الأشد خطورة في العشوائيات مش في العشوائيات بس الأماكن اللي بقوا على صخرة الأماكن اللي بقوا على صخرة الأماكن اللي بقوا البيت متعلق على في أشايا حالت كده ومش والتعليمات بعد ما أخدوا الشواء الرئيسة اللي هم استنوا لازم الشواء دي تتفرش وتترشت والناس سكنت والناس قاعدة حد تكلم حد قال مش مهم